ستون فرق مختلطة تضم أعوان الرقابة التابعة لوزارتي التجارة والصناعة موزعة على 58 ولاية تعمل وفق برنامج رقابي لتطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ستين فرق مختلطة مكونة من أعوان الرقابة التابعين لوزارتي التجارة والتلقيق الصدرات وأعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية لوزارة الصناعة حيث تتوزع هذه الفرق المختلطة تقريبا على 58 ولاية بهدف تطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة هذا وأصفرت حصيل الرقابية لسنة 2022 على 4356 تدخل سمح بتحرير 342 مخالفة وسحب العديد من أجهزة الوزن الغير مطابقة أين تم حجز 103 ميزان إلكتروني غير مطابقة دخلت بطريقة غير شرعية إلى السوق الوطنية إذ تم فتح تحقيق حول بائعي أجهزة الوزن والقياسة سجيل 4356 تدخل نتج عنه تحرير 342 محضر مخالفة ضد تجار المخالفين وسحب العديد من أجهزة الوزن غير المطابقة خلالها حجز 103 ميزان إلكتروني غير مطابقة تم إدخالها إلى السوق الوطني بطرق غير شرعية للإشارة فقد أعلن وزير التجارة كامال رزيق عن إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمراقبة مطابقة الموازين على مستوى التجار التجزئة والجملة لتطهير السوق الوطني من أجهزة القياس غير المطابقة ترجمة نانسي قنقر